بالنسبة لتساقط الشعر تساقط الشعر هو يمكن أن يصيب أي إنسان سواء كان مرأة أو رجل فتاة أو ذكر إذن تساقط الشعر مني الإنسان يعرف بأنه كان عوامل شتى تتأدي إلى تساقط الشعر من تجيل المريضة أو للمريضة على الطبيب باش تسولو قسنا نشوف عناش هذا الشعر تتساقط واش كان شي مشكل داخلي واش كان مشكل الوراثة واش كان شي عامل خارجي اللي تدير هذا كسيد تتخلي تساقط تنشوفه والشعر تيطيح من جدر والشعر تيتهرز واش كان بلاسة تتطيح كثير من بلاسة إذن تنحاولو ندير واحد الفحص سريري باش نعرفو اشنا هو السبب اللي تيأدي إلى تساقط شعر قدما كان تشخيص مبكير وكان تشخيص صحيح قدما تنحبسو هادك تساقط شعر ومسلا نخليوش هذيك الكتافة تنقص ديال الشعر لانما تنوصلوا واحد مرحلة تيجر مرة واحد مرحلة مني تتولي الكتافة قليلة بزاف هنا تتولي عدنا مشكل سنحاولو كيفاش نعوضو هذيك الكتافة كان بعض الحالات اللي مسلا نقدروش نوصلو لهم هذيك النتيجة اللي سيبغي هذيك هذيك المريضة علاش لانها مجاتش في واحد الوقت مبكير باش نشخصو للمرديره ونحبسو هذيك تساقط الشعر خسنا نعرفو بانه هاد الفترة ديال الخريف تيكون تساقط شعر زيد يعني السيداء خسنا ما يكونش عنده وحد الخوف اذا لاحظت بانه التساقط تتزاد فهذا الفترة ديال الفصل الخريفية عادي اذا ما بين خمسين حتى المئة شعر تيمكني تساقطه في النهار ولكن هذي الشعر اللي تيخلف تيخلف وفي هذا الاب بيرو ديال الفصل الخريف بالفعل تساقط الشعر سيكون اكتر من الفصول الفصول الاخرى اذا عندنا ما يسمى بلوسيكل بيلير وهي يعني ذاك الدورة ديال الشعر اللي نشارع فيه فيه فوق واحد دورة ما يسمى بلوسيكل بيلير كان ما يسمى بلافاز آناجين يعني وهي في الشعر تبدأ تخلف وتتكون مرتاحة ومن بعد كان لفاز ما تسمى بلافاز كاطاجين وهي ذاك البولة تيبدا يطلع على الفوق وكان لفاز تيلوجين وهي في الشعر ستتساقط ولكن متتساقط هذه ستتخلف واحد شعر اخرى في البلاصة اذا فهذا دورة الشهرية الدورة ديال الشعر تلقا بانه في هذا الفصل هذا تنوصلوا لذاك المرحلة ديال لفاز تيلوجين يعني الشعر تتساقط اكتر ولكن هذه الشعر اللي تتساقط الانسان اللي ما عندوش شمارة داخلي ما عندوش مشكلة الوراة ما عندوش صلاح الوراة الهرموني ما عندوش عوامل اخرى هذه الشعرات تتخلفت عوالتاني يعني بما معناه بان الكتافة ما تتنقضش عند الشخص مثلا الكتافة اللي كانت عندو تتلقى عندو نفس الكتافة مني تلاحظوا بان السيدة راتت تكون عندها التساقط وتزيد ستامبر السنة كلها والكتافة تتنقص هنا يجب استشارة الطبيب الاخي صايف اقرب وقت ليست هناك علاقة ما بين الحجاب وتساقط الشعر ولكن يجب الحسيات وهو ما يكونش واحد واحد لوبوني ولا واحد زيف ليكون مزير على الشعر من القدام علاش لانناس تسام بروبلم فاسكولير باش تيخلي الشعر الفروات تكون عندو واحد فاسكولاريزازيون نورمال إلاش تدي صغير واحد لابوند ودوستي على شعرك وحبستي ما خليتيش لفاسكولاريزازيون توصل الشعر هنا راح الشعر يجب التساقط للسيدة دير واحد الحجاب اللي هو ماشي ما تيحبش لاذاك اللي بلوكباد وكليفستو تيخلي الفاسكولاريزازيون نورمال راح ما عندوش سبب أي أنه يؤدي إلى تساقط تساقط الشعر السيدة المحجابة تساقط الشعر تقدر يصيب أي شخص في أي سين ولكن السيل اللي تيكون في تساقط الشعر أكثر وهو السيل البلوغ ما بين 16 حتى الـ 40 سنة علاش لأن هنا تيكون تغييرات هرمونية من جهة من جهة أخرى تيكون تدى واحد الناس عندهم واحد العادات اللي سيبدأوا يديروا اللي سيقدروا تقدروا إلى تساقط الشعر بنتا شي ترطيبة شي برو دوي شي حاجة لتتهرس هذه الزغبة الكسيدات للنساء الفتيات من تبدأوا من العادة الشهرية إذا كانت تولي عندهم دي الفقر الدم من تؤديتها إلى تساقط الشعر فهذا السن فهذا المرحلة إذن واحد المرحلة ما بين 16 حتى الـ 40 عام تيكون فيها هالناس يقدر يكون عندهم تساقط الشعر أكثر أول حاجة يجب تفادي ما يؤدي يجب تفادي نجتانبوا أي حاجة تؤدي إلى أن تتكسر تتكسر هذه الزغبة يعني ستتهرس لكيغاتين كيغاتين لأن الشعر هو مكون من الكيغاتين يجب شرب الماء بواحدة كمية كافية باش ميكونش واحد تجرفه ديالشعر تفادي دوك كترة الغسيل ديالشعر إذا الإنسان مش يخصي يغسر شعره بزاد استعمال واحد لشعبون يكون موافق للشعر للشعر ديالك النوع للزغبة ديالك مش ينسان عنده هو الزغبة جافة وتيدير واحد لشعبون ديالشعر الجاف يأدي لك تكسر هذه الزغبة والتي بدي تخليطات التي تؤثر لي على الكاليتي يعني ديال هذه كيغاتين وك ناصحة أخرى ما فيها بس الإنسان مثلا في هذا البريود فصل الخريف وي Grill واحد لك لغطة الفيتامين للشعر لأن ديالك الفيتامين في هذا الفصل الخريف السيدات ي TECH купir للشعر فكل سانة لك نقسم بالتوسط للخريف هذا من جهة من جهة أخرى دائما ركزوا على المبكور استشارة الطبيب مبكرا إذن قدما كانت الاستشارة مبكرة السيدة تتلاحب مثلا تتنضف الفراج تتلقى شعرها راح تطايح من يسا تكون في الأشغال تتلقى شعر دياله في الدار تدير أشغال في لاكويزين تتلقى شعر تطايح بكثرة طيلة السنة يجب استشارة الطريف في أقرب وقت باش يتم تحليل ندير واحدة حالي نشوف واشكين المشكل ديال الغدى الدارقية واشكين المشكل ديال فقر الدم واشكين المشكل ديال الوراثة إذن قدما تشخص مبكير سنعطيه العلاج المبكير حافظ على ديك الكتافة ديالها وحد طول طول حياة ديالها